لا يأتيني إلى هنا طفل بصحة جيدة وإلا لم كانوا اضطروا لمغادرة عائلاتهم أمل أن نكون ثلاثة ناس عدا وأن تكون بصحة جيدة أنت لا تعرف ما ستحمله معها هناك أسباب أيضا لعدم عيشها مع والديها الأصليين وأنا لا أريد أن أضطر لنقلها إلى أي ملجأ أود أن أجد لها مكانا جيدا بحيث أستطيع أن أغلق عيني يوما وأقول إنها في أيدي أمينة بصفتها أما حاضنة تعتني إلكا باوما بالأطفال الذين يتولاهم مكتب رعاية الشباب لأن الأباء البيولوجيين كانوا مرتبكين وعاجزين أو حتى أساءوا إليهم إلكا باوما تقدم مأوا مؤقتا إلى أن يتم العثور على والدين للتبني لقد قدمت الرعاية لأربعة وثمانين طفلا رافقت هذه الأمة البديلة لعدة أشهر أتمنى أن أكون قد اعتنيت بمئة طفل قبل أن أتقاعد بعد سبع سنوات اليوم أقدم الرعاية لأربعة وثمانين طفلا وينقصني ستة عشر طفلا آخر بالطبع أمر رائع لا يضطر كل طفل لمغادرة منزل الوالدين لكننا نعلم أن الأمر ليس كذلك وهناك دائما حالات رغبتي هي أن أبقى بصحة جيدة لفترة كافية لتحقيق ذلك ويجب أن يكون لكل شخص هدف أليس كذلك؟ عندما زرت إلك باوما وكلبها روكي لأول مرة كانت إيمة التي لم يتجاوز عمرها ثمانية أسابيع تقيم معها العثور على والدين جديدين ليس أمرا سهلا فالأم البيولوجية كانت تتناول المخدرات أثناء فترة الحمل وهذا منعكس على إيمة يمكنك أن تسمع الآن هناك صعوبة في الرضاعة التنفس والشرب أمران صعبان للغاية بالنسبة لها بعكس الأطفال المتبنين يبقى الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية على الأغلب مرتبطين قانونيا بوالديهم الأصليين الأمهات البيولوجية على سبيل المثال يحتفظن في الغالب بشزء من حق الحضانة إلك باوما احتفظت بثلاثة أطفال من أصل 84 طفلا لأنه لم يكن هناك من يرغب في تبنيهم جينيفا وماركوس مثلا الكبير عمره الآن 25 عاما قبل 25 عاما جاء بمشكلة تتعلق بالمخدرات قبل 25 عاما لم يرغب أحد في تبني أطفال كهؤلاء لذا بقي معي إيفون المصابة بالتوحد تعيش مع إلك باوما وأطفالها الذين تتبنهم لفترة قصيرة كيف سيكون الوضع عندما يغادرون؟ غريب جدا هل هذا محزن؟ نعم أحيانا لكن سيأتي طفل جديد؟ نعم هذا أمر شكت بعد شهرين من لقاء الأول بإلك باوما زرتها مجددا في هذه الأثناء انتقل طفل آخر للعيش مع الأم الحاضنة إنها نورا أحضرتها من مركز طوارئ بعد ولادتها مباشرة لأن أمها هربت بعد أن أنجبتها وتركتها وحيدة وضعت قدم الرضيعة في الجبس لأنها تعاني من التواء في الساقين هل ستجد نورا والدين حاضنين دائمين؟ إما كانت محظوظة ستحصل على أسرة جديدة قريبا لكن الانفصال سيكون صعبا بالنسبة لإلك هايكو يدعمها كأم حاضنة إنها ليست وظيفة إنه حب حقيقي مغادرة إما مؤلمة لأنها قريبة إلى قلب إلك باوما لذلك فإن التخلي عنها أمر موجع لقد جاءت والدة إما الجديدة بالتبني زار مونتا وابنها نوال تقي بإما قبل ستة أسابيع من خلال الزيارات تمكنت إما من التعود عليهم الآن يتم استحابها لتصبح صار أما للمرة الثانية إنه أمر مؤثر للغاية تنتابني مشاعر مختلطة وأنا متشوقة لما سيحمله المستقبل لماذا تفعلين هذا؟ حسناً من ناحية أفعل ذلك بشكل احترافي الآن أنا أتغير مهنياً فأنا موظفة وأعمل في مؤسسة تعليمية إذن أنا معلمة ومربية وهذا الآن أمر يختلف عن الأسرة الحاضنة لأنني أحصل على دخل شهري مقابل القيام بذلك وهذه ميزة كبيرة بالنسبة لي كوالدة تعيش مع ابنها حيث يمكنني العمل من المنزل وتحقيق حلمي في أن يكون لدي طفل ثاني ونأمن في أن نقدم لها مستقبلاً جيداً وواعداً مع السلامة عملية انتقال إيما إلى منزل آخر لم تستغرق سوى ربع ساعة بعد أربعة أشهر قضتها مع إلكا بوما ينبغي أن نلتقط أنفاسنا أولاً بعد أربعة أسابيع من وداع إيما يفترض أن تنتقل نورا أيضاً إلى منزل جديد شريكتان من بافاريا لديهما ثلاثة أطفال بحاجة إلى عناية خاصة وصلتاً إلى برلين أنا كاترين كنور وزوجتها مانويلة ترغبان في احتضام الصغيرة نورا كطفلة رابعة تلقينا بالفعل صوراً لطيفة وسمعنا أشياء جيدة عن نورا لذا لدينا استعداد تام لاحتضانها إلكا بوماً تنتظر الأمين الحاضنتين الجديدتين لنورا لكنها الآن لا تحمل نورا بين ذراعيها وإنما تحمل طفلاً جديداً آخر الطفل ليو موجود هنا منذ أسبوعين لقد ولد في المستشفى حيث تخلت عنه الأم طواعية بعد يوم من ولادته لكن كان من الواضح مسبقاً أنه في حال نجاته لن يبقى مع أمه فهو الطفل الرابع للأم ولا أحد منهم يعيش معها لكنه لم يكن بحاجة لإعادة تأهيله للتخلص من إدمان المخدرات مباشرة قد يرجع هذا إلى أن الأم كانت في السجن لذا لم تستطع تناول الكثير من المخدرات هناك ربما كان محظوظاً بسبب ذلك هل سيتم إيجاد عائلة لتبني ليو؟ حان الآن موعد وداع نورا توجد هنا معلومات أخرى عن الأقدام الملتوية بعد شهرين تركت نورا أمها المؤقتة قالت لي إلك وداعاً إنها باقية هنا مرة أخرى يستغرق وقت التسليم ربع ساعات فقط سنقوم بذلك إذن نتمنى لكم التوفيق والسعادة مع السلامة حسناً أيها الكلب هكذا هي الأمور واحد يأتي وآخر يذهب بعد أكثر من شهرين التقيت في الصيف مجدداً بالأم الحاضنة لفترة قصيرة أطفالها الثلاثة المتبنون بصورة دائمة سيأتون بعد قليل إلك باوماً آوت طفلاً جديداً منذ مدة إنها يولي البالغة من العمر خمسة أسابيع أما ليو فلم يجد أسرة تتبناه بعد لم نجد أحداً نقحث منذ ثمانية أسابيع في برلين وبراندنبورغ لكن لا أحد يريده الخطوة التالية هي الإقامة في منزل جماعي لقد وصل ماركوس وجينيفا قبل أكثر من عشرين عاماً جاء إلى إلك باوماً كي تعتني بهم مؤقتاً لكنه ما ظلا في حضنتها ماركوس لم يبحث عن والدته البيولوجيا قط وجينيفا لا تريد أن تلتقي بأمها لدي أم واحدة فقط وهي ليست أم البيولوجية بل هي إلكة بالنسبة لي إلكة هي أمي نحن ندرك النعمة العظيمة لقد تعلمنا أن نكون ممتنين لأشياء التي لدينا الآن وصلت إيفون هل تناولت الغداء؟ هايكو غوزندخيتا جلب إيفون من ورشة عمل ذوي الاحتياجات الخاصة إنها الوحيدة التي تقيم بصورة دائمة لدى إلكة باوماً بسبب وطعها جينيفا التي يبلغ عمرها واحداً وعشرين عاماً أصبحت أماً أما ماركوس فيود أن نصبح أباً أيضاً أريد أن يكون لدي أطفال بالطبع إن أفضل ما يمكن أن يحصل لي هو التعرف على امرأة قوية نقوم حينها بتبني طفلين أو ثلاثة سيكون ذلك رائعاً لكن الوقت لم يحن بعد لذلك انطباعي هو أنها أسرة سعيدة تجلس هنا معاً لتربطها الصلة دم لكن أفرادها ترارع معها وهم يحبون بعضهم بحثاً هذا ما أقوله لا ينبغي أن يطلق عليهم أطفال متبنون إنهم أطفالنا وهم بحاجة إلى مساعدتنا ودعمنا إلكا باومان تواصل دورها كأم بديلة مؤقتاً ما تزال لديها أمنية أو أمنيتان هدف الأكبر هو طبعاً أن أحقق رقم المئة قبل أن أتقاعد ربما أستمر في ذلك بعد عام من تقاعدي بحسب ظروف الصحية حينها أتمنى أن أقوم برعايتهم جميعاً بأفضل طريقة ممكنة وبالطبع فإن إيبون قريبة إلى قلبي أنا أشعر بقلق كبير عليها لأن وضعها ليس سهلاً بالفعل وأنا لا أريدها أن تغادر إلى أي ملجأ أود أن أجد لها مكاناً جيداً بحيث أستطيع أن أغمض عيني يوماً وأقول إنها في أيدي أمينة البحث عن عائلة لإيبون يولا التي تم إيواؤها مؤخراً يجري البحث عن عائلة تتبناها إيلك باوماً تأمل في أن يجد الطفل ليو عائلة تتبناه أيضاً أحوال الأطفال تغيرت إلى الأحسن ألا يجعل كذلك تشعرين بالإطمئنان؟ أقول دائماً بإمكاني هذا البقاء لفترة أطول فهو لا يزال بحاجة للعناية ربما نجد شخصاً يتبناه في النهاية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر